موسيقى أهلا بكم إلى هذا الموجز توقع الرئيس الجزائري عبد المجد تبون الخميس ارتفاع النمو الإجمالي للاقتصاد الجزائري إلى 5% نهاية السنة الجارية الرئيس تبون وفي كلمة ألقاها خلال إشرافه على افتتاح لقاء الحكومة بالولات بقصر الأمم غربي العاصمة الجزائرية كشف عن ارتفاع واردات البلاد خارج المحروقات إلى 70 ملايير دولار نهاية السنة المنقضية بزيادة قدرها 30% مقارنة مع المستوى المسجل عام 2021 مع بلوغ احتياطات البلاد من النقد الأجنب 60 مليار دولار الرئيس والجزائري أعلن عن استحداث نحو 700 وحدة اقتصادية في ظرف ثلاثة أشهر مكنت من خلق 52 ألف منصب شغل في وقت يشهد فيه العالم تقهقرا اقتصاديا تخطط الجزائر لزيادة انتاجها من النفط والغاز خلال العام الجري إلى أعلى مستوى منذ 12 عاما وكشف الرئيس والمدير العام لمجموعة الصناتراك تفق حكار عن رفع الجزائر انتاجها من المحروقات إلى نحو 200 مليون طن مكافئ نفط مع تصديرها 56 مليار متر مكعب من الغاز العام الماضي طالبت مجموعة من النواب في البرلمان الأوروبي بتعليق جميع اتفاقيات التعاون المبرمى مع المغرب على خلفية توروط المخزن في فضائح فساد مدوية داخل الهيئة التشريعية الأوروبية يأتي هذا في وقت تعهدت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية السويدية إلفا جوهانسون بتقديم حزمة من القوانين لردع الفساد وضمان الشفافية وسد كل الثغرات في الهيئات الأوروبية المشتركة استشهد فلسطينيا وأصيب ثلاثة آخرون الخميس برصاص قوة الاحتلال الصهيوني خلال عدوانه المتواصل على مدينة جينين ومخيمها واعتقلت قوة الاحتلال الإسرائيلي فجر الخميس 15 فلسطينيا من الضفة الغربية بينهم صحافي أعربى ممثلوا الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة السفير نذير العربوي عن رفض الجزائر التدابير العقبية التي يقرها الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني وقيادته العربوي وفي كلمة ألقاها خلال النقاش مجلس الأمن حول الوضع في الشرق الأوسط أكد دعم الجزائر متواصل لدولة فلسطين في سبيل حصولها على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة في لبنان أخفق مجلس النواب في انتخاب رئيس جديد للبلاد بعدما أسفرت الانتخابات التي أجريت الخميس عن عدم حصول أي من مرشحي القوى السياسية على عدد الأصوات اللازمة للفوز بالجولة الأولى للانتخابات والمقدر ب86 صوتا وشارك في جلسة اليوم 110 نواب وحصل المرشح النائب ميشيل معوض على أعلى عدد من الأصوات ب34 صوتا فيما بلغ عدد الأوراق البيضاء 37 ورقة كما صوت 14 نائبا بعبارة لبنان الجديد فيما حصل المرشح عصام خليفة على 7 أصوات بينما ألغي 15 صوتا ويعيش لبنان منذ أكثر من شهرين ونصف الشهر في فراغ رئاسي بسبب غياب التوافق اللازم داخل مجلس النواب لانتخاب رئيس جديد للبلاد في العراق لقي شخصان حتفهما وأصيب 70 مشجعا في تدافع بمحيط ملعب جدع النخلة بمدينة البصرة جنوبي البلاد الذين تزحموا لحضور مباراة نهائي كأس الخليج الخامس والعشرين وأفدت مصادر طبية عراقية بارتفاع حصيلة تدافع مشجعي ملعب جدع النخلة في البصرة إلى وفتين وسبعين مصاب فيما أشرت حصيلة أولية إلى وفاة شخص وإصابة ستين آخرين يذكر أن رئيس الوزراء العراقي محمد شيع السوداني وصل إلى البصرة للوقوف على التحضيرات الخاصة بالمباراة انتهى الموجز شكرا لكم تبقى الروبط الإلكتروني للقناة في الخدمة إلى اللقاء اشتركوا في القناة